بساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم معايا لكم وصفة حاجة جدا روعاء واليوم أقدر أقول لكم تبقوا أدا ولا تأديتوا وبقى حلوة وبقى مضروب أكيد في البعض عرف إيش هذا اليوم بنعمل الخمير اللحقي وهذا الخمير مشهورة فيه محافظة في اليمن اسمي لحق وطبعا لحق مقدش أوفي أو أتكلم عني مهما تكلمت من بقدرش يعني أوفي هي مشهورة بالخمير ومشهورة بأشياء كتيرة وإذا رحتوا لحق وما أكلتوش خميرة الموفة والفصولية بزيت السمسم أو السمناء والشاي الأحمر بالقرنفل أنتم ما زرتوش لحق وحاجة جدا روعاء وخلونا نبدأ بالمقادر وطريقة التحضير واليوم نحنا منعمله بهذا الصاق لأنه البعض ما عندوش تنور أو كمان هم يعملوا بالموفة الحطب فهذا يعني يغنينا شوية عن التنور والموفة الحطب بس جدا روعاء خلونا بالعقينة هنا عندي ثلاث أكواب من الدقيقة الأبيض وكمان عندي ملعقة كبيرة من الخميرة وكمان عندي ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من الملح ممسوحة وحبة البركة بعضهم يضوفوش حبة البركة بس أنا اللي أدوقو بحبة البركة كان وماء دافي عقينة طرية مثل عقينة الفطاير مش نفس عقينة الخبز الطاوة أو قلت لكم البراتة اللي عملناها لا عقينة طرية مثل المعقنات اللي نعمل الفطاير تتلسق شوية باليد خلاص أعقنوها تمام كل ما عقنتوا أي عقينة كل ما عطتوها وقت بالعقين كل ما طلعت يعني طلعت الخبز معاكم أو المعقنات حلوة ما شاء الله شوفوا كيف التمت معايا العقينة عقينة طرية وشوية تلتسق باليد شوية تمام لأنه يدي مبللة بالماء عشان كده ما تلتسقش بيدي ولا يعني هي شوية إذا قلست عقينة بترجع تلتسق خلاص الآن بأعمل بدهن بالزبدية أو المطيبة هادي أو البولا بأعمل شوية رشاة زيت عشان يعني خليها تتخمر بس العقنة ما فيها زيت خلاص الآن بغطيها بسفرة أكل أو أي معاكم غطاء يعني كده بس يفضل سفرة أكل خصوص وقت الشتاء يخليها تتخمر حلو يخليها يعني تمام يخليها تخميرة هنا عندي ماء في له ملعقة صغيرة ملح عشان ألصق فيه العقينة في الطاوة هنا ما شاء الله شوفوا كيف العقينة بعد ما تخمرت ما شاء الله زي ما عودتكم زي اللوبانة شوفوا كيف ما شاء الله طبعاً أنا بعمل أربعة أقراس أربعة خمير أربعة خمير أربعة حبات خمير كبيرة بس أنتم تقدروا تعملوها وسط يعني صغيرة تقسموها لستة أنا بقسمي لأربعة يعني الحجم حسب الطاوة عندكم حسب يعني كبرى الطاوة أو حسب أنتم كيف الكمية بس هي حلوة إذا كده ست حبات ثلاث الأكواب تقلكم ست حبات حلوة يعني حجمها حلو بس أني ما شاء الله بتشوفوا كيف القرص كيف يعني كبير يعني أني عمل حق مخارقة مخارقة خلاص أشتي خلص بسرعة مرات الواحد خلاص أشتي خلص بسرعة يقع لي عمله حبة كبيرة وخلاص بس الطاوة ما تسمحش وخلاص بعد ما قسمناها كمان خلوة ترتاح يعني 10 دقايق عشان يسهل علينا نفرده لأنه ما تنفردش بالنشابة أو البيلة ما تنفرد باليد هادي الآن ما شاء الله شوفوا بعد مرتاحة يمكن خضت مني عشر دقايق خمسة عشر دقيقة والآن شوفوا كيف ببدأ أفرده من دي اليد لا دي اليد كده لأنه هي تكبر مش عارفة كيف أشرح لكم يعني تتمطط أو تتوسع وكمان بيدي أحاول أني أفرده بس الخمير الموفى إش ميزته إنه ما يكون شرفيع يكون سميك يعني مش زي خبز لنان أو خبز لنور حق العراقيين أو حق يعني مش عارفة كمان من يعملوا لا الآن دهنتوا بالماء والملح اللي خلطوا مع بعض والطاوة تكون ساخنة بعد أن خلوها وسط وبدأوا خلاص شوفوا الصقوها خبطة كده وبدأ كده تمام الصقة من الوسط والأطراف الآن بقلبة هي تلتسق على طول ببدأ أحمرها كل ثانية كل الوقت ياخد ثانية ما يطولش أبدا يعني كل ثانية بس تحمر من فوق خلاص تستوي عرفتوا كيف الآن تمام تحمرات كيف تعرفون أنها استوت خلاص الآن لما تقول شيلوها أو تبعدوها بالملعقة كده تبتعد على طول ما تكونش لاصقة إذا حسيتوا أني لاصقة كده عادة مستوتش من تحت تكون خلوها شوية الآن ما شاء الله شوفوا كيف طبعا هذي كده تحمرت تكة بس عادي لأن الطاوة ساخنة كانت بس ما شاء الله أحلى خمير موفا والله يعني رهيب وشوفوا كيف هنا قلوكم التكرار يعلم الشطار شوفوا كيف أفرده بيدي من دي اليد لدي اليد هي تكبر وكمان أعدلها من الأطراف بس قلت لكم خبز أو خمير الموفا يكون سميك ميكونش رفيع وانتم زي ما تحبوا الصراحة أني مرة أخليه شوية رفيع يعني شوية بسه كده يجين مربرب كده ما شاء الله كله لب من داخل إن شاء الله تكونوا فهمتوا علي خلاص وألسقة طبعا الماء والملح ليش أعمل الماء وملح لأنه الماء والملح ميخليهاش تسقط يعني تفلوت العقينة فلازم تعملوا ماء يعني كوب ماء مع ملعقة صغيرة ملح وانتم بعدين مش بمستخدموا منوش كله الكوب الماء انتم قللوا وبعدين وشوية ملح ربع ملعقة مثلا وبس ما شاء الله شوفوا كيف ما فيش أحسن منه غطوا يكون معكم فوطة مطبخ تغطوا طري ويقلص طري على طول وطعمه لذيذ والله إنه موفا كده بس عليكم إلا بالفصولية بعمل لكم فيديو الفصولية عندي فيديو قديم وكمان برفق لكم فيديوهات بصندوق الوص بنزل لكم بحط لكم آخر آخر الفيديو بندرج آخر الفيديو بدرج لكم اثنين فيديو طريقة الخمير اللحقي بالدست وطريقة الفصولية تمام طبعا الفصولية أختي اللي عملتها لما كنت في عدن عملت ليها زمان فيديو قديم جدا يعني قبل خمس سنين تقريبا بدرج لكم آخر شي من الفيديو بيظهر آخر شي بهذا الفيديو تمام طريقة الفصولية وطريقة الخمير اللحقي بالدست لأنه بعضهم قلت لكم يعملوا بالدست الدست يعني القدر أو الحلة تمام بتشوفوا طريقته بالدست بس هذه الطاوة يعني تكون سهلة وإذا معكم تنور خلاص قد تعملونه بالتنور نفس الشي وتأكلوا ألد خمير والآن اشتري أكلمكم طبعا اللي ما عندوش هذه الطاوة طبعا أنا أكيد هدى بتعملكم الحلول أنتم ما عندكم مش الكل عنده هذه الطاوة صح هذه الطاوة حديد بتقولوا لي هدى من فين من المحلات اللي تبيع الأشياء التراثية مثل التنور تبيع الفخار تبيع الحرض أو قدور الحقر أنا في الرياض بطلقوا الني في الشفع طريق ديراب ما عندكم عندكم دي المقلة مقلة عادية تبعي يكون حديد أي مقلة أي نوع مقلة اللي تطبخوا في بالكوشان والبيض خلاص اقلبوها وسخنوها تكون حامية ولسقوا نفس الطريقة بمقلة عادية شوفوا كيف مقلة مسكنة تقول يا هدى رحميني بس أنا عزيزة علي هذه المقلة عزيزة أنتم أنتم تقولوا خلاص أنا عارفة أنكم بتقولوا خلاص يا هدى دي ترتمين لكن أنتم ما تعرفوش بيني وبيني عشرة أنا عارفة أني غير قابلة للظهور الإعلاني أو الإعلامي أو كده بس خلاص هذه هي الخير والبركة ما يستغنيش عني خلوكم أنتم اشتروا طاوة قديدة عادي اشتروا مقلة قديدة خلاص وكده كيف تعرفون أنه أول شي أن الطاوة تحموها تمام رشو عليها ماء إذا حسيتوا كده الماء حبات الماء كده القزيئات الماء كده تتناتر يعرفو أنه تمام سخنات الطاوة تمام تمام رشو علي الطاوة ماء أي كان بتعرفو أنه تمام سخنات خلاص ونصقوا عادي وقلبوا ما شاء الله شفوا كيف تلتسق علو أكلمكم عن محافظة لحق لحق مش بس مشهورة بالأكل لا مشهورة بالفل ومشهورة بالعطور اللي هو الأخضرين والدريرة والمعشوقة شفوا بس الأسامية عالمية قالوكم مص ديور وشانيل كوكو مزمزيل شفوا نحنا الأسامية عندنا كيف والمشقو باللحقي كمان هنا حطت حباء مقرنفل أو مسمار عشان تذكرني الشاهي نفس حقهم هو الشاهي كده بيعملوه يعني وهنا قبنا الفصولية مع السمنة أني أكلته وماشاء الله الخمير رهيب خلينا نكمل على لحق كمان ولحق كمان عنديه صلاطين سلطان العبدالي ودكاترة خريقين دكاترة حق زمان اللي هو دكتور صالح حرسي عوض البان الدكتور الطبيب الخاص لقحطان الشعبي والدكتور حيدر عوض ناصر البعض يعرفهم يعني هم قدماء وأكيد الفنان فيصل علوي هذا اليوم الفيديو لا تنسوا الاشراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنت حلو منكم